مرحبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في هذه الفقرة الهامة جدا لكتير من شبابنا لأن للأسف في شباب كتير بيفتكروا أن التدخين وسيلة أو أداء للتعبير عن الرجولة في حقيقة الأمر الكلام ده منافي تماما وغلط نهائي علشان التدخين من أخطر العادات السيئة اللي قد يلجأ إليها الشباب أحيانا دون علم أولياء أمورهم أو أحيانا يلجأ إليها البعض كنوع من أنواع التجربة في البداية حتى تتحول هذه التجربة إلى وسيلة اعتمادية بمعنى وسيلة اعتمادية إلا أنا بلجأ لهذه الأداء أو للصجارة تحديدا علشان أقدر أعمل أو أقوم بمهامي اليومية اللي أنا بعملها فبالتالي بتحول إلى إدمان بدلا من التجربة زي ما بدأ إلى مدمن أسير هذه السبابة هناك حاجة حلوة قوي نابت طيب تجربة يعني بيبقوا جروب كده من صحاب بابتدأ واحد منهم صحاب السوق يدخن ما بيبقاش باين قوي نواصح بسوق باين عادي وطبيعي زينا ويبتدي كل واحد يجرب واللي يجرب ده يبتدي يعجبه الموضوع زي ما أنت قلت ببتدأ إيه بذات الشباب الصغير أنا كده كبرت أنا كده بقيت راجل من دول يا بسانت طلع من السجارة طلع شيشة وفي الأعداد عارفة بيعلموا بعض ده جرب حقيقي حقيقي لكن خليني أقول إن أنا لو ابني بقى بيدخن في سؤال هنا إزاي تعمل معاه وإيه العلامات أو الدلالات اللي ممكن تأكد إن ابني بيدخن إيه الأثار النفسية اللي بتدفع الشباب للتدخين طيب اللي بيدخن ده أصلا بيدخن ليه يعني نهارده علب السجار مكتوب عليها يعني السجار تسبب أو التدخين يسبب السرطان والأمراض والحاجات دي كلها ومع كده الناس بتشتري علب السجار ومع كده الناس بتدخن وبتكمل نهارده هجاوبنا على الأسئلة دي الدكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي والإدمان بجامعة الأزهر أهلا بيك يا دكتور نور أهلا بيكو أهلا صباح الخيز صباح الخير يا دكتور صباح النور عليك دكتور أعرف إزاي في البداية إن ابني أو صاحبي أو أخويا مدخن يعني بشكركم الأول عن الروح الحلوة اللي بينكو دي وأحب أقول لأستاذ مشاهدين في الفاصل قبل ما نطلع هوا ما تقولش عنقلكو إيه ما حصل يعني تكلمنا عن التدخين وعن إنه ليه لازم الناس يدخن بغض النظر عن السكريبت يعني فأحب أنقل برضو الفاصل ليش سكريبت إحنا ما كلمش عن سكريبت إحنا نتكلم ونعرف من حضرتك معلومات طبية نفيد بها الجانب الآخر ليه التدخين رغم التحذيرات بيزداد كل يوم لأن السبب بتاعه موجود اسمه الألأ والنيكوتين مهدئ للألأ ربنا خلق جوانا جميع أنواع المخدرات لكن بتفاعل رباني كيميائي يعني أنا جسمي دلوقتي فيه نيكوتين وكل السادة الأطباء اللي شايفيني دلوقتي عارفيني إن فيه مستقبلات للنيكوتين في البطن مستقبلات للنيكوتين في الجهاز العاصمي فلوه تأثير مركزي وتأثير طرفي سموه كده يعني فتخيل بقى أنا جيد دلوقتي أنا الحمد لله مدخنش لكن خدت سجارة وتعودت إن أدخل هيحصل ليه إيه بقى بعد شوية هيحصل إن جسمي النيكوتين الرباني هيحصل فيه لغبطة ويعتمد على النيكوتين الخارجي المحروق اللي أنا أخدته في السجارة بالمناسبة نيكوتين سم خطير جداً اللي احنا بناخده ده نيكوتين محروق لأنه لو نيكوتين حي يموت طيب هيحصل إيه ليه بقى بعد شوية اللي هتشوفوه بقى يعني لما تشوفو الحلقة دي هتفتكروا كلامي ده تخش دائماً حمامات كده تلاقي لازم عقب سجارة في الحمام لأنه ما يعرفش يعمل طايلت غير بالسجارة بعد الأكل عايزين نشرب شاي لازم يحبس بسجارة إذا مشربش سجارة بعد الأكل هيلاقي نفسه عنده نوزية يعني غثيان عايز يرجع ومش مرتاح المدخن لازم علبة السجارة تبقى مليانة تحت دماغه لأنه ما يعرفش ينبره الوقود بتاعه موجود أنا بشبه التدخين والإدمان بأنه ربنا خلق فيك وقود رباني مش محتاج أنك تنزل كل شوية بنزينة تفاول لأن الأمبير بتاع العربية على الزيرو مش محتاج تهدر أموالك فانت دلوقتي مضطر لده وزي ما قلتلكم هنقل لكم الكواليس السجار غلط جداً ومع ذلك ممكن الواحد يسيب رزق عياله ويشتك أنه هو مش لاقيها كله المرتبات ضعيفة لكن تلاقي العلبة بتاعت السجار في جيب أقل علبة السجارة النهاردة باربعين جنيه إلى خمسة وستين جنيه طيب معلش يا دكتر أنا أسفة بس عشان إحنا الأسئلة دي حركة مش يعني ممكن تبقاش عارف قد إيه الناس سألت هلنا دايماً الستات اللي بيوجود أو الأباء بيسألونا أنه إزاي أتعامل مع ابني الصغير أنا هنا كمان ببكلمش على الكبير اللي هو مراهق شرب شاي وعايز يحبس ولا رايح شغله ولا الكلام ده لا خالص أنا بتكلم على لسه ولد عنده 13-14 سنة جرب مع واحد صاحبه سجارة ابتدى يبقى مدخن ابتدى الأب يشم ريحة سجاير في اللبس النهاردة يعملوا إيه يعني الأباء دول برضو يتصرفوا إزاي مع الناش الصغير بدون تعنيف بدون ما بتدي يعني أحسسوا أن الموضوع ده ممنوع فيبقى مرهوب أعمل إيه عشان أمنع ده هو الأول علاج السبب هو أهم شيء هو ليه ابني بيدخن لأنه عنده يا قلق يا اكتئاب يا مشكلة يا إما شيء موروث ما هو برضو الأب اللي بيدخن عادة ابنه هيدخن عادة الأبن طلع شف حتى لو مش دلوقتي إنما ساعات بنشوف الأبن يتمرد على الأب يعني لو الأب بيدخن يطلع الأبن بيصلي وكويس ويكره السجار كمان وساعات الأبن ما بيدخنش والابن يتمرد ويطلع مد من ساعات يعني فيه كل الأشكال هو أهم شرط إذا عرفت السبب زي ما قلنا إجابة لسؤالك المهم في المقدمة طب ليه مكتوب عليها سرطان وبندخن لأنه هو لما دخنها ما جالوش سرطان فاحنا بنصدق الواقع ما بنصدقش المكتوب وبنشوف إن ناس عندها سبعين وثمانين سنة بيدخنوا وبنشوف ناس جالها سرطان وما بيدخنوش فالفكر الواقعي لأنها بتضر مش موجود وبنشوف النخبة بتدخن والأبطال بتدخن واحيانا الممنوع مرهوب والممنوع مرهوب وكل القدوة والموصل العليا بالنسبة لنا شفناهم بيدخنوا وكل أبطال هوليود والنجوم بيدخنوا لكن المثال إنه حد يطلع يقول أنا رياضي ما تدخنوش حاولوا تعملوا ده كان نادر ومش بإلحاح بس لما شفنا محمد صلاح عمل حمل لما جاء محمد صلاح في الحمل حتى ما كانتش برسيستان مش موجودة على طول إنما أنا بشوف البطل بس كانت تبب كتير جدا يعني عرفنا من القائمين على الخط الساخن للإدمان المخدرات إن نسبة الإقبال للتعافي بقت مرتفعة جدا فكرة أنت تصدر قدوة وبطل حقيقي علشان خاطر يوعي الناس أعتقد ده أمر مطلوب ده أمر مطلوب كويس لكن الإصرار عليه موجود لأنك أنت على صعيد آخر بتجيب للبطل في الأفلام كلها مدمن بقى ده مش بيدخنوا بس ولو بيدخن بنسميه هيفي سموكر يعني سجارة وراء سجارة ما بيكلمش غير بالسجائر وطلع أبطال ونجوم كتير جدا قالوا إنهم في حياتهم الشخصية ادعوا لي ربنا يتوب علي من التدخين لأنه أعلن ده زائد الشيشة اللي تكلمنا فيها بقى إنها بقت مظهر اجتماعي وبنكهات اللمون والنعناع والحاجات وبقت بقى يعني بقت ستايل ما يخوفش إيه ما ندخن شيشة ده لامون ونعناع وتفاح وخوخ ومش عالف إيه فبقت كمان الخوف منها القبول الاجتماعي بالمناسبة لو سألنا ليه التدخين بيزيد لأنه القبول الاجتماعي له كعلاج كجزء علاجي أسهل من إن أروح لدكتور يعالجني من القلق وديني مخدرات وبقيت بروح لدكتور نفسي فده شيء يخوف إنما ما كل الناس بتدخن فأشرب سجارة أسهل لي طيب إذا فتحت الباب ولقيت ابنك بيدخن الأحسن تقفل الباب يعني ما تتضربوش ولا تتخانق ولا تزعع ليه بقى؟ لأنه كان بيدخن من وراك وبيدخن وما حدش موجود وبيهول أوضة بيحط نعناع في بقه عشان يداري ريحة السجاير بيقتطع لها جزء من مصروف وبدون ما نعرف لكن إذا عرفنا هيبقى ده شيء مقنن بقى يبقى خلاص هتولي بقى فلوس الدروس وفلوس المصروف وهتولي كمان السجار بتاعتي فالخناء والضرب والزعيق هيفيده ومش هيحل المشكلة لكن أنا كأب هارجع لنفسي تاني ونعمل حاجة اسمها Close Observation يعني تقعد مع جنبه على طول يعني الوقت وده على فكرة لأي عادة سيئة لو حد بيشتكيلي إن ابنه بيعمل أي عادة سيئة هقولك أعمل الكلام ده مارس رياضة بقى باستمرار شجع هواياته لازم يكون معظم الوقت حد زيضله هتقول لي معقولة هقولك آه يعني على قد ما تقدر على القلي بقى قللت العادة السيئة هي هتفيده بقى نفسيا في إنه هو يلاقي ناس بتحبه ناس مهتمة به ناس بتشجعه في جانب إيجابي هو هيراجع نفسه وقوله إنه كنت ماشي غلط ابنك هيدخن لو له صديق بيدخن حتى لو فضل مايدخنش لإنه إحنا بيننا وبين السجارة حاجز حاجز إنه إنت لما بتخش مكان جرب كده تدخل عربية كان فيها واحد مدخن قبلك هتلاقي نفسك مدخن قبلك قوضة مقفولة مكيفة وفيها بس سجارة في طفايا اللي مايدخنش بيدخن قوي وفي ناس عشان ما تدخنش يضطر يدخن عشان ما بيدخنش يتحمل إنه هو يستحمل الريحة والباس في اسمه حتى المدخنين نفسهم بيشتكوا أصلا بريحة السجارة هو بيشتك لو هو ما بيدخنش ولو مدخن وشم ريحة سجارة جمي منه بيقلك رحيتها وحشة أحيانا إنما هو السجارة عاملة زي الفيسيخ كده اللي ماكلش والبصل اللي ماكلش هو اللي متدهي لكن اللي أكل ما بيتدهيك طيب أنا إزاي دكتور عربي في أولادي قوة الشخصية الكافية إنه ما يندركش تحت أي حاجة من خود جرب أي أن كانت هتجرب إيه هتجرب سجارة هتجرب أي نوع من عنوان المخدرات أي أن كانت إيه هي إزاي أخلي الولد الصغير المؤرهق اللي عام 13 سنة ما يبقاش منصاق من صحابه الأكبر منه من الانترنت من الحاجات دي كلها أعمل كده إزاي عربي في إيه هو يعني الحل ربنا سبحانه وتعالى اللي هو لنا من زمان إنه ما تتبعش الشيطان لا ما تتبعش خطوات الشيطان لأنه الشيطان ما بيقولش يسرق مرة واحدة إنما بيقوله أنت محتاج فلوس روح بس خد سلف مش عارف إيه طب خد وابقى رجعها يعني هو فإنت لو صاحبت واحد بدخل صاحب ساحب أده أول خطوة الصاحب ساحب هاي شدك لده هو الفكرة بتجي إزاي إنه هو في واحد بيدخن وإنت ما بتدخنش هو بس يقولك هاتل علبة سجاير وإنت جاي فهو هنا كسر فجوة كنت إنت بتخاف منها لا مش تري إنت تروح كشك سجاير أو مكان سجاير وتقوله لو سمحت علبة سجاير فيديك على إنك إنت مدخل وده موجود في كل حاجة حتى اللي بيشرب هارد درينكس برضو كده في واحد ما بيشربش ويسكي لكن زماله بيشربه فقاله روح هاتلنا فهو هنا أول حاجة كسر الحاجة اتنين إن أنت تقعد في وسط بيدخن فبالتالي تلاتة القدوة إن أنت شايف إن اللي بيدخن ده كويس أو بيحل مشكلته بالتدخين صحيح وده موجود على مستويات كتيرة أوي هيحصل إيه بقى بعد شوية طب دكتور أول ما تتحط في أزمة دخل علشان الوقت اللي الأساس بيدهمنا يعني عاوزين سريعا جدا من حضرتك نصايح نقولها لكل أولياء الأمور علشان خاطر يخلوا أولادهم المدخنين يقلعوا عن هذه العادة السيئة طيب لو أنت عايز تربي ابنك ما يدخنش أول حاجة أنت ما تدخنش نمر اتنين ما تنصحوش ما يدخنش أي حاجة عندنا بالأمر المباشر زي ما حقق قلت الممنوع مرفوض والأمر بيبقى عكسه يعني في الحكم سيدنا الحسن البصري يقول أمرنا بالصبر فجزعنا ولو أمرنا بالجزع لا صبرنا يعني إيه فما تعودش تدي نصايح النصايح عندنا ده شيء مرفوض إنما القدوة اتنين حل المشاكل وأنت في ظهره يعني أنت عارف ابنك بيعاني من إيه عنده توتر عنده مشاكل أنت ساعده بالنصيحة اللي هي القدوة أنا ونفسناك لما مريت بالخبرة دي حصل لكذا أي بنت أيا كانت لما تجبر هتبقى نسخة من ممتها أي ابن مهما كان باباه بسيط وشخص بيتعامل في المجتمع مهما كان حاصل على دكتوراه وماجستير هيفضل في الآخر نسخة من الأب والأم فأعظم نصيحة بنقدمها في صباح الخير يا مصر النهاردة هو العلاج بالنمزجة الموديلينج إن أنت شخصيتك هي أعظم رشدتة بتكتبها للمريض بتاعك وشخصيتك هي أعظم نصيحة بتديها لولادك سواء ولد أو بنت وده اللي هيخليهم بعد شوية لما يمروا بأزمة زي أنا ما قلت قبل كده مش يدخن لا بابا تجاوز أزمات زي دي وماما مرت بأزمات زي دي وتجاوزتها وكانت كويسة جدا فأنا طلع زيها وأحسن بأبديد بقى يعني كل مر سيمر بالزكاء الاصطناعي زي ما قلت نعم كل مر سيمر ولكن بالحكمة والصبر وفكرة اللي أنا ما بقاش واعظ وملحة على ابني بالحالة أساسه ففكرة المسيسة دي أعتقد بتكون سبيل لألالاج وأولى طرق ألالاج على أي حال بنشكر حضرتك دكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي والإدمان لجامعة الأظهر شكرا لوجودك معنا في صباح الخير شكرا يا دكتور نتمنى أن كل الأباء والأمهات أكيد أن هما يعملوا زي ما أنت قلت ما يركزوش يعني أو لو فتحت القوضة لقيت ابنك بيشرب سجاير ما توجهوش إلا لو أنت مستعد للي هيحصل بعض المواجهة شكرا لك يا فندم شكرا لك